بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم بمشيئة الله تعالى درسنا لهذا اليوم باستعراض اللوحة التعريفية كما تشاهدون الصف المرحلة الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع درسنا لهذا اليوم عن صورة الإخلاص عن صورة الإخلاص اسم المعلم محدثكم الأستاذ محمد القرني نبدأ على بركة الله يا أبنائي في التعريمات الهامة بداية كل درس التي نرجو من خلالها من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب المدرسي والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد لبدء الدرس أول ما نبدأ به هو الهدف العام من هذا الدرس الهدف العام من هذا الدرس أن يتعرف الطالب على صورة الإخلاص أما الأهداف الخاصة لهذا الدرس يا أبنائي أولاً أن يتلو الطالب صورة الإخلاص ثم أن يعرف الطالب معاني صورة الإخلاص ثم أخيراً أن يعرف الطالب بعد تفسير صورة الإخلاص صورة الإخلاص يا أبنائي ما هي صورة الإخلاص؟ صورة الإخلاص كما تشاهدون الآن أمامكم في الشاشة هي صورة قل هو الله أحد قل هو الله أحد أحسنتم بارك الله فيكم تشاهدون الآن هذه الصورة ما اسمها يا أبنائي؟ صورة ماذا؟ هل هي صورة الإخلاص أم صورة المسد؟ صورة الإخلاص أم صورة المسد؟ كما ذكرنا لكم هذه الصورة صورة ماذا؟ صورة المسد أو صورة الإخلاص؟ أحسنتم إذن هي صورة الإخلاص هي صورة الإخلاص وهي صورة مكية أي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أحسنتم بارك الله فيكم هذه الصورة يا أبنائي صورة الإخلاص نبدأ قراءتها جميعا ثم نتعرف على بعض فضل هذه الصورة مستعدين إن شاء الله أحسنتم استعداد يا أخوان أبنائي الطلاب والطالبات نستعد جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم ترديد خلف المعلم بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله صمد الله صمد الله صمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم إذن هذه الصورة يا أبنائي هل هي صورة الإخلاص أم صورة المسد نعم هذه صورة الإخلاص ماذا تسمى صورة الإخلاص هذه الصورة يا أبنائي صورة مكية وهي من قصار الصور عدد آياتها كما نشاهد كم عدد آياتها يا أبنائي نشاهد عدد آياتها كما نشاهد الآن عدد آيات صورة قل هو الله أحد خمس آيات أو أربع آيات نعم بارك الله فيكم صحيح عدد آياتها كما نشاهد كم عدد آياتها أربع آيات إذن نختار الرقم أربعة عدد آياتها أربع آيات وهي من قصار الصور وتقع في الجزء الأخير من القرآن الكريم هذه الصورة يا أبنائي نشاهد عدد آياتها القصير هذه الصورة يا أبنائي هي تنزيه لله سبحانه وتعالى وهذه الصورة يعني على قصر آياتها تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن لو أن القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام مثلاً هكذا ثلاثة أقسام قل هو الله أحد تعتبر ثلث لوحدها أي ثلث القرآن انظر هذا هذه الصورة قل له الله أحد عدد آيات القرآن الكريم يا أبنائي مئة وأربعة عشر صورة هذه الصورة لوحدها تعدل ثلث القرآن أي أنك إذا قرأت هذه الصورة ثلاث مرات فأنت تعتبر قرأت القرآن كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبنائي يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في كل ليلة فقال الصحابة وكيف ذلك يا رسول الله قال يقرأ قل هو الله أحد إذن هذه الصورة يا أبنائي فضلها عظيم ونستطيع أن نقرأها يومياً وهي تقرأ مع المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه الصورة يا أبنائي فضلها عظيم فهي تنزه الله سبحانه وتعالى عن الند وعن الشريك المشركين يا أبنائي أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنسب لنا ربك يعني العرب سابقاً كانوا يتفاخرون بالأنساب فيقال فلان أبن فلان أبن فلان يعني علوم كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن نعبده فقالوا إنسب لنا ربك فنزلت ورد الله عليهم بهذه الصورة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت بقل هو الله أحد أي ليس له شريك الله واحد الله ربنا واحد قل هو الله أحد الله الصمد الذي يعني تصمد إليه الكائنات جميعاً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولم يولد وسبحان الله سبحانه وتعالى ولم يكن له أي ند أو شريك يكون له مثيل فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له فهذه الصورة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن المثيل فهذه الصورة يا أبنائي نستطيع قراءتها في اليوم والليلة وهي من المعوذات هذه الصورة يا أبنائي تسمى ماذا؟ صورة ماذا؟ صورة الإخلاص صورة الإخلاص إذن هذه الصورة صورة الإخلاص صورة الإخلاص يا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه من قصار الصور وكما ذكرنا لكم تسمى قل هو الله أحد من أسمائه أيضاً قل هو الله أحد نستطيع الآن أيضا ترديدها مرة أخرى وقراءتها خلف المعلم حتى نستطيع تلاوتها بالشكل الصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم نكرر مرة أخرى يا ابنائي أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحسنتم بارك الله فيكم إذن نتعرف على بعض الكلمات يا أبنائي أحد ما معنى أحد قل هو الله أحد ما معنى أحد أحد ذكرنا لكم أي الله واحد الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له الصمد الصمد المقصود في الحاجات أي الناس ترجع إليه في عند حاجاتهم وطلبهم المعونة لم يلد ولم يولد ما معنى لم يلد ولم يولد أي ليس له ابن ولا أب ولا أم أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه الصورة تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل هذا الله ربنا عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد فهذه الصورة يا أبنائي كما تشاهدون من الصور القصار في القرآن الكريم التي نريد أن نعرف بعض معانيها في النشاط التالي اللي نشاهد أمامنا أصل المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء قل هو الله أحسنتم أعطانا في المجموعة باء الصمد أحد كفوا أحد يولد إذن قل هو الله ماذا قل هو الله قل هو الله أحد أحسنتم الله ماذا الله الصمد أحسنتم لم يلد ولم ولم يولد لم يلد ولم يولد أحسنتم لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن هذه الصورة نستطيع يا أبنائي ترديدها وقراءتها بالشكل الصحيح عند الترديد من المعلم ومعرفة بعض من معانيها التي عرفناها في هذا الدرس نهاية درسنا لهذا اليوم في توصياتنا للأسرة الكريمة بأنه حتى يتمكن الطالب والطالبة من استفادة الكاملة من المنهج يجب مراعاة ما يلي أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجابته الصحيحة والبعد عن النقد واللوم ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال المنصة المدرسية في نهاية درسنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أدعاء لكم بالتوفيق والسداد وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته